احنا ديما ندفع في مرشنين بلا حدود على المرفق العمومي ورأوا انه المرفق العمومي هو ضمانة من ضمانات التعددية في المشهد الاعلامي اللي اسمعناه واللي لاحظناه معنات هذا مع تحاجة ما نجمو كانش نستنكروها في مرشنين بلا حدود مش معقول انه المرفق العمومي يتحول الى بوق دعاية او الى وسيلة اعلام تستثني المعارضين واللي مش المعارضين هو الحزاب الكل حركة الشعب معناتها من اول الحزاب لكن لي في زوال المغزاوي امس الاول يقول لي من قبل 25 جويل يا ما دخلتش للتلبزة التوصي معاي توليش في حتى برنيمش ها هو نسمعه معناتها امر طبيعي هذا لا مش طبيعي مهوش طبيعي يقول لك احنا نستنكروه مش مع هذي مهوش شي دور معتها البرفق العمومي مهوش دوره انه يصفي او يفرز كلمة الفرز يفرز الضيوف يلزم ويكون منفتح عليه كل الحساسيات السياسية اللي تكون الرأي العام التونسي المسؤولية شكون هذا رئيسة الحكومة رئيسة الجمهورية الهايكة مسؤولية من انه تلبزة تونسية اليوم اصبحت بلون واحد اصبحت تقسي الاحزاب السياسية حتى بما في ذلك الاحزاب المساندة لرئيس قيس سعيد بالنسبة للمعارضين باش نكونوا واضحين على اعتبار انه احنا نعيشه في فترة استثنائية وانه الرئيس قيس سعيد معتها هو استأثر بكل الصلاحية تكون هذي مسؤوليته يعني او معتها ما نجموش ما نجموش نحمل المواصلية لحد اخر الهايكاة لعلها تحاول ونظنها حاولت ومعتها لفتت نظر في مرتين على غياب التعددية في شهر والشهرين بعد 25 جوليا وفي مناسبة قريبة زادة لفتت النظر على غياب التعددية هذي الدورة اللي تنجم تقوم به ما ننسوش الهجمات المتالية ضد الهايكاة اللي حابوا يحاولوها الى مكتب ضبط اي معنتها اي شخص ينجم يصب معناتها مطلب ويحل ما نثبتوش لاشنوه حتى تجر مخدرات ولا صلاح ايه بياس ما نثبتوش شنوه الوريجين متاع الفلوس متاعه وشنوه منين جاب التمويلات هذي ما ننسوش هذي مبادرة لتنقيح المرسوم يصبش اهتراف الكرامة هذي هذي عام المحاولة كانت عندها عام ولا اقل شوي في تعامل مع حرية الاعلام ومع وسائل الاعلام ومع الصحفيين هل يختلف قيس سعيد في عقله السياسي عن منظومة النهضة وتوابحها قبل 25 جوليا المنظومة النهضة وكل الاحزاب اللي شاركت في الحكم قبل 25 جوليا كلها حاولت انها تطوع القطاع الاعلامي وكلها حاولت عاملت عدة محاولات لوضع اليد على قطاع الاعلام العمومي اه في كل مرة تكون فما هبة للصحفيين للهياكل اللي يتمثلهم وللمنظمات الدولية اللي تدم حرية صحافة والاعلام باش نتجاوزوا الازمات هذي اه واول معنتها ومع تتذكر انت باعتبارك كنت اعضوا في المكتب التنفيذي لنقابة صحفيين